أكدت كتائب الشهيد عز الدين الغسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها لن تسمح باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وقالت الكتائب في بيان عسكري صدر عنها مساء اليوم الأربعاء إنه على العدو أن لا يتذرع بأي سبب كان وأن يغادر قطاع غزة فوراً وأن يعالج مخاوفه ومخاوف مغتصبه خارج الخط الفاصل كما شددت الكتائب على أن التواغل الصهيوني منذ مساء أمس الثلاثاء يعد تجاوزاً واضحاً لاتفاق تهديئة عام 2014 وأوضحت أن وحدات هندسية تابعة للعدو في محورين مختلفين تواغلت منذ صباح أمس شرق مدينة رفح بعمق 150 إلى 200 متر داخل الخط الزائل باتجاه الغرب وبعرض 300 متر باتجاه الشمال والجنوب والمحور الثاني شرق مدينة غزة بعمق 200 متر داخل الخط الزائل باتجاه الغرب وبعرض 300 متر باتجاه الشمال والجنوب وعاثت في أراضي المواطنين فساداً وما زالت تفعل ذلك وتشهد الحدود الشرقية لإقطاع غزة توتر متصاعداً منذ صباح الأربعاء تخل له قصف صهيوني بالمدفعية والطيران الحربي لعدة أهداف قريبة من الحدود الشرقية فيما ردت المقاومة بإطلاق عدد من قلائف الهاون من جانبها حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تصعيد شرق مدينة غزة وعن كافة تداعيات المترتبة عليه كما دعت الحركة في بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام مساء اليوم الأربعاء الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها لواقف العدوان هل وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قصفت ظهر اليوم الأربعاء عدداً من الأبراج العسكرية التابعة للمقاومة شرق حي شجاعية شرقية مدينة غزة كما أعلنت رفع حالة التأهوب العسكري على حدود القطاع